السلام عليكم النهاردة هنقول مخرج حرف جديد هو حرف اللام عايزين نقول الأول طبيعة حرف اللام هو صوت زلقي مانع مجهور صوت زلقي مانع مجهور نطق حرف اللام بينتج صوت حرف اللام عندما تقوم اللها بإغلاق مجرى الأنف ويقوم اللسان بالالتقاء مع سقف الحل الصلب ليعيق الهواء وينتج اللام من اهتزاز الحبال الصوتية التدريب على نطق حرف اللام بيتم تدريب الحالة طبعا قدام المراية وأي مخرج صوت حرف اللام أو حرف الجيم أو حرف الكاف التدريب بيكون قدام مراية عشان الطفل أو الحالة اللي معايا تقلدني أي مخرج حرف بنقوله بيكون لأي حد سواء طفل أو واحد كبير لو عنده أي مشكلة في حرف بايز وعايز يتعدل عادي نفس الطريقة التدريب بيكون قدام المراية سوق اللام بقى بيخرج إزاي عشان يشوف اللسان بيلتقي اللسان بيلتقي مع الأسنان واللسة العلوية تمام؟ وبيخرج هوا من جنب الفم بتاخد إيد الطفل بتحطها عند الحنجرة عشان يحس بيهتزاز الأحبال الحبلان الصوتيان وبإيده التانية بيحس بخروج هوا من جنب الفم تمام؟ طيب طبعا مراحل التدريب على حرف اللام أول حاجة بننطق صوت حرف اللام زي الطريقة اللي احنا قلناها وصفناها دي لا 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 ده مخرج ده صوت طريقة نطق حرف اللام بعد كده بننطق حرف اللام بماد بالألف حرف اللام بماد بالواو حرف اللام بماد باليأ زي لا للوا تمام؟ بعد كده بننطق حرف اللام في أول الكلمةrate كلمات بحرف اللام تبدأ بحرف اللام كلمات فيها حرف اللام في الوسط كلمات أخرها حرف اللام تمام بتنتهي بحرف اللام بعد كده كلمات أحدية المقطع فيها حرف اللام كلمات سنائية المقطع فيها حرف اللام كلمات سلاسية المقطع فيها حرف اللام بعد كده جملة بسيطة أو جملة من كلمتين فيها حرف اللام بعد كده جملة من ثلاث كلمات بعد كده جملة من أربع كلمات تمام هنشوف دلوقتي حرف اللام الأول بمد بالألف ل ل مد بالي لوو مادة بالواو تمام بعد كده كلمات بتبدأ بحرف اللام زي لح لص لون لوحة ماشي كلمات وسطها حرف اللام زي قلب قليل قلم عجلة ماشي كلمات اخرها حرف اللام زي طفل كامل زيل شكل غسيل ماشي كلمات احاديت المقطع زي ألم كلمات سنائية المقطع زي لي لا كلمات سلاسية المقطع زي لي مون ليمون ماشي كلمات ربعية المقطع زي آآ لا عي بون لا عبون تمام آآ جملة من كلمتين زي ولد كسول آآ جملة من كلمتين تاني التل الكبير ماشي آآ لعبة جميلة آآ جملة من تلك كلمات آآ رحلة العالم الجليل آآ ليالي الصيف طويلة لحم الاسماك لذيذ تمام جملة من اربع كلمات لمياء وليلة آآ يلعبون بالبلون تمام حلم التلميذ آآ آآ عالم فلك ان يصبح عالم فلك يعني كده يعني ماشي آآ مسلس له ثلاث اضلاع كل دي جملة من اربع كلمات طيب اوقات احنا بنصح حرف اللام لان الطفل او الحالة بتنطق وياه بدل من ايه من لام فطبعا هتأكد ان ما فيش اي مشكلة عضوية دي اول نقطة تاني واتأكد ان الحواس سليمة وسمعني كويس آآ تاني حاجة آآ هتأكد ان ما فيش رابط لسان عشان يقدر يحرك لسانه ويرفع لسانه الفوق تمام آآ ولو فيه لا قدر الله رابط لسانه نروح للدوء نيتوجه للطبيب يعني آآ بعد كده هندربه هنعمله تمييز سمعي بقى يفرق بين اللام والحرف المختلط عليه اللي هو الياء مثلا تمام هنعمل التمرين على الطلاقة طلاقة اللسان تمام ان هو يرفع لسانه وينزل ويحرك لسانه وشماله ويمين آآ تمام ونرفع اللساننا جوه يرفع يرفع وينزل يحرك شماله ومين يحركه جوه بقه يلف لسانه جوه بقه تمام عشان اللسان يكون ايه آآ مفوش اي مشكلة وبندرب على صوت حرف اللام زي ما قلنا من شوية تمام هنطقق آخر مرة لا لي لو تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وحرف جديد مع السلامة